ومن اسطنبول معنا مستشار الحدث للشؤون التركية طاها عودة أوغلو وأيضا من باريس معنا الباحث السياسي ناصر زهير ومن واشنطن مديرة مكتب جريدة الشرق الأوسط والباحث السياسي بمعهد وودرو ويلسن سابقا هباء القدسي أهلا بكم ضيوفي من واشنطن وباريس وأنقرة سأبدأ مع ضيفي من أنقرة سيد أوغلو تركيا تقدم الآن المساعدة لإيران في البحث عن طائرة الرئيس رئيسي هل لك أن تخبرنا أكثر عن نوع هذه الطائرة والطاقم الذي تم إرساله لأنه حتى الآن على ما يبدو هي الوحيدة التي قدمت إشارات مبدئية عن مكان وجود الهليكوبتر المحطمة ربما أو التي سقطت نعم تحديد أرساد بارولا ولضيفك كرام والأسادة المشاهدين يعني كما تبعنا في الساعات قبل الساعات من الآن كان هناك طلب إيراني من تركيا وخاصة فيما يتعلق بالمساعدة وزارة الدفاع التركية أرسلت طائرتين الطائرة الأولى كانت هي مصيرة من تراز كينجي والتي هي قبل قليل أعلنت بأنه تم تحديد مصدر حرارة محتمل لموقع تحطم الطائرة أخرى مروحية وهي ذات الرؤية ليلية وهي كما تابعنا هي الوحيدة التي كانت تتابع منذ ساعات ووصلت إلى بعض الخيوط لمصدر أو لطائرة الرئيس الإيران وهذا يدفعنا إلى القول بأن هناك لو إيران حاولت في بداية الأمر أن تكتم على الموضوع لما لجأت إلى تركيا أو دول أخرى بما أن الأمر أصبح في غاية الخطورة وكانت ساعات طويلة لم تستطع الوصول على هناك أي خير لطائرة الرئيس الإيراني أنا التصور أعتقد أن ساعات المقبلة مع بزوغ الفجر ممكن أن هناك نحصل على معلومات أكبر وخاصة متعلقة بالموقع هذه الطائرة أو إن كان الرئيس الإيراني ما زال حيا أو هناك خبر غير صار كل هذا هو متوقف بالتصرحات التي سوف تصدر من قبل الإيرانيين بالإضافة إلى هذا الموضوع بما يتعلق بالطائرات تركيا أيضا أرسلت كما تعلمين هناك فريق إنقاذ لمتابعة هذا الحدث وهناك قامت بإرسالة تحديثات التي وصلتها من قبل طائرة كينجي إلى السلطات الإيرانية قبل ساعات من الآن نعم الآن ننتقل إلى ضيفي من باريس السيد ناصر زهير سيد ناصر هناك ما قيل عن أن الاتحاد الأوروبي وبناء على طلب طهران طلب نظام الخرائط الخاص به لمساعدته في العثور على مروحية رئيسي ما هو هذا النظام؟ كيف يعمل وكيف يمكنه أن يساعد إيران؟ شاهدين الضيوف هذا النظام يعتبر بمثابة خدمة الطوارئ السريعة بالنسبة للاتحاد الأوروبي هو نظام خرائط دقيق جدا يمكنه أن يبحث في نظام جي بي اس وتحديد خرائط دقيق جدا يمكنه البحث عبر الأكمار الصناعية بشكل دقيق للغاية والاتحاد الأوروبي تجاوب مع إيران في هذه المسألة ولكن الظروف الموجودة فيها طائرة أو المكان الذي يشتبه بأن طائرة الرئيس الإيراني تحطمت فيه أيضا فيه تعقيدات تتعلق بتعقيدات جوية وتتعلق أيضا في طبيعة الغابات الموجودة في هذه المنطقة وبالتالي أيضا لازال هذا النظام يحتاج إلى وقت فيه أن يكون هناك عمل فعلي في هذا الإطار أعتقد أيضا بأنه لازال هناك حالة من الفوضى يعني إلى حد هذه اللحظة في مسألة من سيقوم بعمليات البحث من سيقوم بعمليات مساعدة إذا كانت إيران طلبت أساسا من الاتحاد الأوروبي تفعيل هذه الخاصية وتفعيل هذا النظام أيضا يمكنها أن تطلب مثلا طائرات متطورة من دول الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى تركيا أيضا يمكن أن تكون بهذه المساعدة وكان يمكنها أيضا أن تطلب من الصين أو من روسيا وهذا إلى حد هذه اللحظة يعني هناك حالة من الغموض الكبيرة في هذا الإطار وفي مسألة أين الطائرة وكيف سقطت وما هي الخيارات الأخرى وبالتالي الاتحاد الأوروبي الآن هو اكتفى بتقديم أو تفعيل الخاصية التي طلبت إيران روسيا أصلا سترسل طائرة وخمسين رجل إنقاذ هذا ما أكدته المعلومات الإعلامية بهذا الشأن كما تقول هناك غموض سأنتقل إلى السيدة القدسي في واشنطن الرئيس الأمريكي سيدة هبة أخذ علم بالموضوع كيف يتم تداول هذا الأمر في الأروقة الأمريكية خصوصا أن ما يحدث للرئيس الإيراني يحدث في وقت حساس جدا في المنطقة نعم أتفق معك هو وفقا لكارين جانبير تم إبلاغ الرئيس بايدن بهذا الحادث بعد ساعة فقط من حدوثي لكن على خلاف ما تصرب وتردد في بعض وسائل الإعلام لم يقطع الرئيس الأمريكي أجازته ولم يكن في أجازة يعني استمر في جدوله المحدد بعد إلقاء سطاب في كلية في كلية بمدينة أتلانتا في ولاية جورجيا انتقل بعدها إلى مدينة ديترويد في ولاية ميتشيجن وألقى خطابا انتخابيا وسيعود إلى البيت الأبيض زهر غد وبالتالي ما صدر عن البيت الأبيض والخارجية الأمريكية هو فقط بيان متحفظ للغاية يتعلق بأن الولايات المتحدة تراقب الوضع عن كسب لكن ليس هناك أي تفاصيل وهناك تحفظ من البيت الأبيض وأيضا من المشرعين الأمريكيين على التعليق على هذا الحادث انتظارا لما ستعلنه عمليات البحث وانتظارا لما ستعلنه وسائل الإعلام الإيرانية لكن بشكل عام هناك استعداد أمريكي أو بحث أمريكي عن السينانيوهات المقبلة في إيران ماذا سيكون مصار الأوضاع إذا ما تم العصور على الطائرة وكان هناك فرضية لإحتمال وفاة كل من كان على متن هذه الطائرة ماذا ستقدم إليه إيران من تحرقات خلال فترة الخمسين يوما القادمة حتى إجراء انتخابات وهل سيكون هناك أسماء مرشحة من الطيار المعتدل أم سيكون الطيار المتشدد وهذا سيعتمد على خيارات المرشد الأعلى وبالتالي تتحسب واشنطن في الفترة الحالية لما ستقول إليه الأمور بعد إعلان نتائج التوصل إلى مكان الطائرة وإعلان نتائج البحث والفحص لحطام الطائرة وبالتالي كل هذه المسائل قلد المراجعة لكن المشهد العام لا يوجد هناك توقع لتغيرات كبيرة في العلاقات الأمريكية الإيرانية ليس على مستوى البرنامج النووي الإيراني أو البرنامج الساروخي لكن هناك تساؤلات كثيرة فيما يتعلق بالاضطرابات الداخلية الديناميكيات التي يمكن أن تخرج من الشارع الإيراني ماذا سيكون رد فعل المعارضة الإيرانية على الانتخابات القادمة وهي كما ذكرت تأتي في مرحلة حريقة نعم على المشهد السياسي الجيوسياسي وأيضا بالتزامن مع اقتربنا من الانتخابات الأمريكية الرئاسية ترجمة نانسي قنقر